موسيقى سنرى في هذه المحاضرة كيف يقوم القطاع المليء العالمي بالمشارك والخراط في أهداف التنمية المستدامة وما هو فاعل بها ما هو القطاع المالي نحن في الوقت نقترح عدة مهن هناك البنوك شركات التأمين أو ما نسميه بمدراء ومالكي الأصول أي الصناديق السيادية صناديق التقاعد أو شركات تأمين كمستثمرين لإحتياطاتهم وأخيرا هناك سلسلة من مقدمة الخدمات وكالات التصنيف الأتماني أو مقدمي المؤشرات ما هي قاعدة عمل القطاع المالي؟ أولا ما هو دوء هذا القطاع؟ هو في الواقع تخصيص رأس المال نقل الأموال ما هو مبدأ عمل هذا القطاع؟ المبدأ الأساسي هو العمل بفقا لتحكيم دائم بين العوائد المتوقعة والمخاطر تقييم العوائد المتوقعة والمخاطر السماء الأخيرة للقطاع المالي هذا القطاع هو عبارة عن صناعة منظمة بامتياز أي هناك جهات منظمة ضابطة وزارات المالية، المصارف المركزية، جهات مستقلة تنظيمية تحدد القواعد للأطراف العاملة في القطاع المالي وهذا ما يتعلق بالقطاع المالي الخاص سأركز محاضرتي اليوم على هذا القطاع فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولكن في نهاية هذه المحاضرة سنتحدث عن القطاع العام المصارف الوطني للتنمية الثنائية المتحدد للأطراف في هذا المجال ولكن القطاع المالي الأساسي هو القطاع المالي الخاص من بين المعنة المالية ربما المهنة التي شاركت في أهداف التنمية المستدامة هي تتعلق بالمستثمرين ومدراء الأصول هم لم يبدأوا من الصف هم لديهم خبر خلال 15 عاماً فيما يتعلق بإطار ما نسميه بالاستثمار المسؤول اجتماعياً أي أن نأخذ بعين الاعتبار البيانات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في إطار عملية اتخاذ قرار بشأن استثماري من الاستثمارات وبالتالي هناك مخاطر غير مالية مرتبطة بهذه العوامل المتعلقة باستثمار المسؤول اجتماعياً إذن عالم الاستثمار المسؤول اجتماعياً هو يمثل الأقلية نسبتها قليلة جداً ولكن هو نسبة كبيرة جداً 25% على المستوى الدولي كنسبة نمو وسرعة نمو ولكن بعض الجهات النظمة والضابطة ولسيما في أوروبا تلعب دوراً من أجل دفع كل عالم إدارة الأصول لاحترام هذه المعايير غير المالية وبالتالي وإذا كنا متفائلين نتمنى أن يتم الدعمهم ذلك على المستوى العالمي هذا الأمر يتم بشكل خاص حالياً في أوروبا وعلى جزء من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما هو ضروري أن الاستثمار المسؤول اجتماعياً هو ليس قطاع واحد حالياً هو يتمدع بالأقلية ولكن نسبته مهمة هناك قسم قليل من المستثمرين في الأصول لا يكتفون فقط بالابتعاد عن المخاطر ولكن يبحثون أيضاً يبحثون عن معرفة أثر هذه الاستثمارات أو ما نسميه بالاستثمار المؤثر وهذا يمثل أموال ما زالت طائلة ولكن يتنمو بسرعة كبيرة أي وهي تمثل 2% من الوصول العالمية ونسبة نمو ب140% في عام 2016 أي إيجاد مؤشرات تسمح بقياس هذه التدفقات المالية التي من شأنها أن تحسن الوضع الاجتماعي لهذا المجتمع أو ذاك أو الوضع البيئي أو النقل أو الانتقال في مجال الطاقة أي إيجاد مؤشرات موضوعية للقياس هذه هؤلاء المستثمرون في مجال الأثر هم متأثرون بالحركة العامة للمالية وهنا أعيد وأركز على هذه الرؤية الشاملة وهذه الرؤية ترى بأنه لا يمكن أن نبقى سلبيين في إطار تخصيص رؤوس الأموال لا ينبغي فقط أن نكتفي بمتابعة حركة الاقتصاد الحقاقي ليس فقط لأن وذلك لأسباب تتعلق بالمسؤولية والأخلاق عليها من قيام بذلك ولكن إن لم تقم بذلك فهي تعرض نفسها للخطر هذه المخاطر تم التعبير عنها من قبل بعض أبطال الاقتصاد الأخضر هو مارك كارني محافظ بنك إنجلترا هناك مخاطر تتعلق مادية أو بالانتقال وبالتالي هذه المخاطر هي تنمو في الواقع داخل عالم المالية وهناك نقطة أخرى ساهمت في التحسين هناك أحداث ولسيما اتفاق باريس بشأن المناخ وأيضا اعتماد أهداف التنمية المستدامة الآن ما الذي تقدم أهداف التنمية المستدامة لعملية البحث هذه من أجل التأكيد على انفائدة التدفقات المالية في العالم هذه الأهداف تعطي في الواقع شبكة عالمية للقراءة من أجل معرفة الأثر وهذا بالتالي يسهل عمل المستثمرين وهي تعطيهم شريحة من الأعمال التي يمكن القيام بها وهي تقوم أيضا بتحديد أثر هذه الاستثمارات مكافحة الفقر تقدم المياه البيئة التنوى الحيوي إلى آخره المساهمة الثانية لهذه الأهداف هي تتمثل بالأجل عام 2030 أي هناك خطة عمل محددة ومرفقة بأجل وبتاريخ إذا جمعنا بين الشبكة القراءة العالمية وهذا الأجل المتمثل بعام 2030 هذا يمثل مصفوفة من شأن أن تحدد مؤشرات أداء رئيسية للمستثمرين وهذا الأمر أصبح واقعا شيئا فشيئا فيما يتعلق بالمستثمرين وتحديد الأهداف وقياس أثر هذه الاستثمارات وبعد ذلك تقديم التقارير إلى الرؤساء بشأن هذه الأعمال هناك خطران في هذه العملية الخطر الأول يتعلق بالتنوع المفرط في النهج والأساليب المستخدمة ومن جاء أخرى خطر التناقض بين أهداف التنمية المستدامة وهذا الأمر يتعلق بالقطاع المالي هذا موجود في كل القطاعات الاقتصادية وليس فقط في القطاع المالي يجب طبعا الحصول على أثر إيجابي ولكن لا يجب أن يكون في الوقت نفسه أثر سلبي على مجال آخر إذن بدأنا نرى الكثير من المبادرات والأمم المتحدة ولسيما المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث تم اعتماد وأصدار خطوط توجهية بقصد اعتمادها اليوم فإن مجموع رؤوس الأموال المتمثلة بالأصول في جميع أنحاء العالم وهؤلاء الذين وافقوا على مبادئ التنمية المستدامة للأمم المتحدة مجموع هذه الأموال هو يساوي حوالي 6600 مليار وبتالي هذا المبلغ لا يجتهان به وبتالي فإن وفقا لهذا المبدأ فإن المجتثمرون سيستمعون لتوصيات الأمم المتحدة أي ليس فقط قياس الأثر بصورة صحيحة ولكن أيضا قياس الأثر السلبي أي نشر كل الأثار السلبية ونشر تقارير بشأن الأثار السلبية أيضا إذن هناك مبادرات في هذا المجال خارج الأمم المتحدة ولسيما في أوروبا الشمالية ولسيما المبادئ المشتركة التي تم نشر من قبل المستثمين الهولنديين والسويديين وفي الأحالتين سنضير التغاعد في هذين البلدين انكبوا على أهداف التنمية المستدامة ولسيما في إطار شبكة القراءة وقرروا العمل ومن أجل التبرير أمام زبائنهم فيما تعلق بنجاعة أعمالهم الاستثمارية الصعوبة الأولى كما ذكرت تتحدث بالتنوع المفرد في الأساليب والمناهج المستخدمة ولسيما فيما يتعلق بالقياس وهناك أيضا عوامل تسهل في الواقع التي تلعب دورا ميسرا حيث أن العالم المالي الذي يبتكر بصورة دائمة نتائج مختلفة ولسيما فيما يتعلق بإصدار السندات التي تركز على بعض الأهداف ولسيما في إطار البيئة والتي نسميها بالسندات الخضرة هي في الواقع سندات عادية حكومية عادية ولكن هي تركز على الغرض على غرض معين بقصد تمويله ولكن هذا أيضا نتطور في المجال الاجتماعي أيضا وبالتالي حيث أنه عندما نقوم بإنتاج هكذا منتجات هذه المنتجات من شأنها أن تصبح أداة الاستثمار في استثمارات التقاعد وبالتالي فأن هذه المبالغ وهذه الاستثمارات يمكن تحديدها بصورة كبيرة في أهداف التنمية المستدامة ويكون عددها كبيرة سأعطي مثالا في هذا المجال كيف نتعامل مع أعمال الشركات المسجلة في الأسواق المالية بطبيعة الحال هذه الشركات لديها أصول كبيرة جدا من النادر أن تقوم شركة مسجلة وأن تركز عملها ونشاطها على هدف أو هدفين أو هدف من هدف التنمية المستدامة أي كيف العمل طبعا بعض الشركات تقوم بذلك ولسيما بعض الشركات التي تحدد غاية جوهرية بالنسبة له وهذا الأمر غير واردة بشكل كبير وبالتالي هذه المسألة لم يتم التعامل معها إلى الآن بصورة واضحة وهناك أيضا مسألة المسارات أي لا ينبغي لنا أن نكتفي بقياس الأثر هذا صحيح في مجال المناخ والتنوع الحيوي أي الأثر الفوري لتدفقات الاستثمارية ولكن أيضا علينا أن نقيس الأثار المستقبلية أي تكييف التدفقات الاستثمارية مع الأثار التي يتم معاينتها كل هذه الصعوبات هي صعوبات فنية تقنية ولكن وإن كانت هناك رغبة من الجهات النظمة هذه الصعوبات سيتم تجاوزها إن البنوك العامة المصارف العامة والعمومية متحدث للأطراف كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للإستثمار وهناك أيضا البنوك الثنائية للتنمية كالتنمية الفرنسية وهناك أيضا البنوك العامة الوطنية في فرنسا كصندوق الودائع هي جزء من هذه المصارف والبنوك هي حاليا تقوم بالانكباب والمشاركة في أهداف التنمية المستدامة وهذه حركة طبيعية بالنسبة لهذه البنوك والمصارف فهي تعمل من أجل المصلحة العامة المصلحة عامة على المستوى الوطني أو المصلحة العامة على المستوى الدولي وبالتالي فإن أهداف التنمية المستدامة هي تعتبر برنامجا حتى أجل عام 2030 للعمل الدولي العمومي إذا جاز التعبير وبالتالي حيث يتم إعداد سياسات عمومية والبنوك العامة هي الأدوات لتنفيذ هذه السياسات إذن هذه البنوك تنكب على هذه الأهداف أهداف التنمية المستدامة على غرار القطاع المالي وبالتالي هي عليها أيضا أن تقدم جدولا للقراءة وأجلا ولسيما في بنوك التنمية والتي تعمل منذ فترة طويلة من أجل مكافحة الفقر وهو الهدف الأول للتنمية وهذه البنوك والمصارف خلال السنوات الماضية وحتى قبل عام 2015 أضافت عناصر أخرى ولسيما المناخ وتم تعزيزها بشكل كبير جدا في إطار اتفاق باريس للمناخ إن الصعوبة الأساسية في الواقع تتعلق بطبيعة احتياجات التمويل تمويل أهداف تنمية المستدامة وهذا أمر ضروري من أجل التعيير بين التمويل العام والتمويل الخاص بعض الأهداف ولسيما تلك المتعلقة بالصحة الهدف الثالث والمتعلقة بالتربية الهدف رقم أربعة هذه الأهداف تحتاج إلى تمويل عام بشكل أساسي أهداف المتعلقة بالزراعة رقم 2 رقم 12 يمكن تمويلهما بشكل واسع من قبل القطاع الخاص يمكن للإستثمارات المتعلقة بتقليص غالثاني أكسيد الكرمو هي تتعلق بالبلد يمكن أن يكونها كمزيج بين القطاع الخاص والعام أي تمويل خاص وعام حسب الحالة إذن كل هذا يستدعي تموضعا استراتيجيا للمصارف العامة للتنمية وبشكل عام هي بحاجة إلى استخدام استراتيجي للموارد العام والعمومية من أجل تخصيص التمويلات العامة للأماكن الضرورية ولعب الدور الرافعة بشأن التمويلات الخاصة التي تقوم بجذبها وبالتالي ولسيما فيما تعلق بقدرة التمويل العام بالدخول واتخاذ المخاطر أكثر من التمويل الخاص أن الأخذ بين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة هو أمر يحدد ما نسميه بالتمويل المستدام وهذا في مصلحة العالم ومصلحة قطاع المال حيث لا يمكن أن يكون هناك تمويل مستدام في عالم غير مستدام ولا يطاق فهناك أيضا مخاطر على سوق رؤوس الأموال وهذا تم إثباته في مجال المناخ إن متابعة نموذج غير متوازن وتشكل هذه المخاطر أيضا محركا هاما لتطوير القطاع المالي أيضا ترجمة نانسي قنقر